مشاهدين الكرام برحب بكم من محافظة الفيوم وتحديدا انتخابات مجلس الشيوخ اللي بدأت فيه تمام الساعة التاسعة اللي بتستمر على مدار يومين والاغلاق بيتم في تمام الساعة التاسعة احنا في مدرسة عزة زيدان اتبع الاسم اول محافظة الفيوم واحنا دلوقتي متواجدين خارج اللجنة في التواجد الامني المكسف من قبل قوات الشرطة وذلك لعملية التأمين اللي متعودين عليها دايما بشكل دائم في كل الاستحقاقات الانتخابية على ايه حال هنبدأ ندخل ونشوف اين المختلف طبعا ده لكبار السن وزول الاعقل اللي بيدخلوا عشان ينتخبوا عملية التسهيل عليهم من قبل مدرية امن الفيوم ووزارة الداخلية التأمين متواجد في الداخل وكل ما هو جديد بيظهر من خلال بوابة التعقيم الالكترونية المتواجدة على مدخل المقر الاقتراع وزي ما احنا شايفين في الصورة ايضا يعني اتنين ممارضات بيقوموا بعملية الكشف عن الحرارة باستخدام يعني الكشف الحرارة والتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للمواطنين والناخبين ايضا متواجد كمامات لمن لا ليس معه كمامة بيقوم باخذ كمامة والدخول مباشرة الى داخل المقر الاقتراعي من خلال هذه البوابة كده بيتم بالزبط وبعد ذلك بيتم الدخول الى الداخل المشاركة في عملية الاقتراع والتصويت على اي حال محافظة الفيوم بها 327 مقر اقتراعي بواقع 434 مركز انتخابي او لجنة فرعية هنا في هذه المدرسة مدرسة عزة زيدان يتواجد لجنة وحيدة فقط هي خاصة بالسيدات والرجال التوافد بدأ منذ الساعات الاولى ومنذ فتح اللجان والتوافد بيتم فيها هذه الاسناء ما تغير في الداخل هو عدم وجود الحبر السري وذلك لالاجرات المشددة الخاصة بكورونا وايضا ارتداء كامل اعضاء اللجنة في الداخل للكمامات واي حد ما معوش كمامة بيتم اخذ كمامة زي ما احنا بننقل الصورة دلوقتي بيقوم بالدخول بيتمامة لازم ارتداء الكمامة بالنسبة للمواطنين والناخبين كما تنقل لكم الصورة في انتخابات مجلس الشيوخ والتأكد طبعا من البطاقة الخاصة بيق المواطن في الداخل ايضا عملية التعقيم والكحل وبشكل مسبق كان هناك عملية التعقيم من قبل محافظة الفيوم ومن قبل مدرية الامن للمقرات الاقتراع باستخدام يعني الماكينات الخاصة بيق الرشو عملية التعقيم الخاصة باللجان ومراكز الاقتراع تحسبا لهذه الانتخابات وفي اطار الاجراءات الاحترازية المقامة ايضا غرفة عمليات مقامة داخل محافظة الفيوم وذلك لمتابعة سير مراكز الاقتراع وبالتنصيق مع الجمهورية ومع الهيئة الوطنية للانتخابات هذه الغرفة على مدار الساعة مستمرة وايضا هناك جولة خاصة به محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري وايضا مدير امن الفيوم اللوى الرمزي المزين بتقوم بعمليات التفاقد السريعة الخاصة بعمليات التعقيم وايضا متابعة سير عمليات الانتخابات بالنسبة للناخبين